بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هتكلم على عنصر تاني في دايرة الغاز. اهم عنصر اللي هو المتحكم الرئيسي الدماغ المخ اللي هو او او دي واحدة زي ما احنا شايفينها بتتحكم لي في امتى يعمل تاك 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 اللي احنا بنسمعه ده وبعد كده بعد ما بعمل بيدي بتدي طبعا هو بعمل لكل حاجة من دي وقت قديل وبعدين بيدي سيجنل يفتح الغاز يمر وبعد كده بيقف وبتأكد ان الفيليم عن طريق الالكتروض ان الفيليم موجود وبعد كده بيبدأ يشتغل بيرائب عن طريق السنسور اللي هو الخاص بالتنبردجسر درجة الحرارة في البيئة او فوق الفيليم بيتأكد من ان كل الواحدات شغلها بشكل كويس دي بنسميها في منها في منها قائم بذاته بنعمل بودايرة ويبدأ عن طريق البطوم بدق بضغط على البطوم بيدي لي بيبدأ يشغل البيرنر وفيه منه بيتوصل بل بل سي وبقى فيه فيدباك بينه وبين ال بيال سي والبيال سي بيشغله امتى بيدي له سيجنال امتى وهو بيبدأ يشغل وبعدها يصل لنية وبعدها بتأكد ان الفيلم شغل عن طريق الدكشن كنترول بيبدأ اياه كل حاجة من دي فيه تايمينج بيحكمها سيجنال بتاخد اشارة وفيه تايم معين ده انصر مهم عشان نعمل دايرة تحكم في الغاز الخاص بالبيرنر لازم يبقى فيه الاجنيشن كنترولر او الاجنيشن كنترول يونيت في منها موديلات كتير اشهرها في منها القائم بذاته اللي هو بقى عن طريق والبوش بوتونز ببدأ اشتغل به وفيه منها اللي هو بقى فيه بينه وبين البيال سي عن طريق مسلا ايبقى احنا الوقتي بدأنا نتكلم على الدايرة اخدنا المرة اللي فاتت اللي هو اه المالتي بلوك وازاي بتحكم في الفلو بتاع الغاز وازاي بعمل امان للدارة فيه بعد كده اللي هو النهاردة بنتكلم على او واحدة مهمة جدا واحدة رئيسية من غيرها انا ببقى اش عارف ايه اللي بيحصل بتستخدم مع اه بيرنر ومع وفيه منها واحدة اللي هي زي اه في منها موديلات كتير موجودة مع اه لازم نبقى عارف انها واحدة لازم نبقى عارف بتاعها فيه مكان لل فيه مكان فيه مكان فيه خارج فيه خارج للبلاور عشان ندخل الغاز عشان نعمل ما يسمى بالجاز آآ مهمة مهمة اللي بيصنع يبقى عارف ازاي استخدمها ازاي تتعامل للدارة عشان اقدر اعمل للدارة واقدر ابقى عارف البرنر شغال ولا مش شغال آآ آآ اتحكم في آآ بتاع كل جزء امتى يشتغل اللي هو في بتاع الا الكنترولر بيبقى موجود مسلا بيشتغل كام ثانية بعد كده بفتح بفتح فيفضل شغال اللي ثواني معدودة وبعد كده بيفصل بيفضل شغال طول الوقت لما افصل على عن آآ بعد كده في لازم بيقى عشان يتأكدني ان الفليم شغال في عشان ابقى عارف البيئة بتاعة درجة حرارتها كام في خاصة اللي هو الهواء لان لازم اعمل لازم في دراسات معينة وفي آآ آآ معينة خاصة بالجاز اير ريشو دي بيتحكم فيها البيئة بيتحكم فيها هل البيئة دي جافة هل البيئة فيها فيها ارطوبة آآ انا حاليا بقصود ان انا امسك الوحدات الخاصة بدايرة الجاز وابدأ اتكلم فيها آآ بوحدة وحدة لان مهم جدا ان احنا نعرف وانا حتى لو آآ 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 الماكينة جاية من برا وجاية مجهزة ابقى انا عارف الكنترول ده الاجنيشن كنترولر بيعمل ايه ايه اللي موجود فيه لو انا رفته بيقلسي بيتربط ازاي ايه ايه السيجنرز اللي هو الفيتباك له ايه يشغل ايه بيشغل اه. طبعا انا بحول حط صور الواحدة بحول حط صور لشكل الدياقرام ازاي التواصلات. ممكن احط صورة خاصة بالطايمين. اه ارجو ان الحلقة دي تيبقى مفيدة. هي ممكن تكون مفيدة اكتر للمصنعين. لكن لازم اللي بيستخدم المكينة هيبقى عارف المكينة بتشتغل ازاي. ويبقى عارف امتى اه امتى اتاكد ان الفيلم شغال الفيلم مش شغال اه اتحكم فيه اه في طبعا لو 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 بقدر اتحكم فيه طول الفيلم واسره. اه اتمنى ان انا اكون بقدم يعني معلومة مفيدة وبسيطة شكرا.